على خلاف ما صرحت به مفوضية الانتخابات مراراً بشأن حصول تغييرات كبيرة على نتائج الانتخابات بعد النظر في الطعون المقدمة من القوى المعترضة كشفت النتائج النهائية عن تغييرات طفيفة لم تؤثر على ترتيب القوى الفائزة ولم تضف للقوى المعترضة مقاعد تمنحها أفضلية بحوارات تشكيل الحكومة بنسختها الثامنة بعد الغزو الأمريكي وبلغ إجمالي التغيير خمسة مقاعد فقط ثلاثة منها ذهبت التحالف الفتح الممثل لميليشيات الحجد ليرتفع عدد مقاعده إلى سبعة عشر بفارق كبير عن الكتلة الصدرية التي حازت المركز الأول بثلاثة وسبعين مقعداً ويبدو أن بعض الكتل المنظوية داخل ما يعرف بالإطار التنسيقي بدأت محاولات إيجاد حي زلها في الحكومة القادمة من خلال الدعوة لتشكيل حكومة توافقية على غرار الحكومات السابقة وهما سبق وأن رفضه مقتدى الصدر مؤكداً عزمه تشكيل حكومة أغلبية وفي هذا السياق يؤكد أعضاء في تحالف النصر بزعامة حيدر العبادي أن مواقف القوى المنظوية في الإطار التنسيقي ليست واحدة مشيرين إلى أن قادة الكتل منقسمون حيال التسليم بنتائج الانتخابات والخيارات المتوفرة لهم في حال استمرار رفضهم لها ويرى مراقبون أن هناك أكثر من سيناريو للمرحلة المقبلة أبرزها قبول القوى الخاسرة للنتائج ورفع شعارها الأول أن ثقلها ليس بعدد المقاعد البرلمانية بل على أرض الواقع والثاني هو التوجه لتشكيل الكتلة الأكبر بجمع أكثر من ثمانين مقعداً عبر تحالف عدة كتل أبرزها دولة القانون والفتح في تكرار لسيناريو الصراع في انتخابات عام 2010 لكن هذه المرة سيكون ضد مقتدى الصدر ويبدو أن خيار التصعيد ما زال قائماً حيث تؤكد ميليشيا حزب الله أن الرافضين لنتائج الانتخابات الأخيرة لن ينسحبوا من أماكن احتجاجهم حتى تتغير المعادلة وهو ما أبقى حالة التأهب الأمني في العاصمة بغداد ويؤكد المراقبون أن الفاعلة الإيرانية يدفع باتجاه إيجاد تسوية بين القوى الشيعية حيال منصب رئاسة الوزراء معتبرين أن مشوار تشكيل الحكومة قد يطول أكثر مما يتوقع الشارع وقد يمتد إلى عدة أشهر اشتركوا في القناة